في مشروبات كتيرة بشربوها لعبة الكرة اسمها مشروبات الطاقة دي بتدمر السنان جنرائز بردونتايتس دي يعني التهاب شديد في اللاسة كلها يعمل انحصار في مستوى العظم أو اللاسة يأثر بشكل مباشر إن سنانه كلها تتلخلخ وتبدأ يفقدها بصورة سريعة في السن من أواخر التلاتينات وأول الأربعينات بيتحملوا على ستة فوق وستة تحت وده العدد ده العدد الأمثل للتعويض بحيث إنه يعيش مع المريض مدى الحياوي يعرف يأكل ويشرب عليه بشكل طبيعي وما يحصلش أي مشاكل في الزراعات بعد كده الناس بتقلق شوية من قولوك هيتم بقى عمل فتح جراحي وزراعة اللاسة تلتقم خيوط مضاعفات زراعات الأسنان أصبحت دلوقتي قليلة جدا عن زمان بالمقارنة بالسنوات اللي قبل كده لإن إحنا دلوقتي بنقلل على قد ما نقدر في التدخل الجراحي في الوقت في الابريشن أو الابريتف تايم وقت العملية قد إيه أو وقت اجراء زراعات الأسنان قد إيه بنقلله على قد ما نقدر من خلال التحضير الجيد لزراعات الأسنان حالات كتير بتيجي عاملة زراعات أسنان ومش متركب عليها بقالها سنة وسنتين ليه لإن هي تحطت الزرعة والزرعة مسكت في العظم محطوطة بأنجيوليشا مش مظبوط زاوية مش مظبوطة محطوطة في مكان مش بتاعها نحس إن الكراون اللي هيركب عليها بعد كده مقاسه كبير جدا مش مناسب إنه يتحط في المكان ده الزرعات مش حاجة هايفة والغالي تمنوا فيه فعلا والتعظم وتعامل الزرعة مع العظم وتعامل العظم مع الزرعة ده علم معقد جدا فيه ناس منهم خدت فيه ناس مبتكرين زراعة خدوا جواز كبيرة جدا عشان ابتكارهم لمادة الزرعة نفسها والسيرفس بتاعها وشكلهم اشتركوا في القناة سنة 1952 في السويد بدأ البروفيسور برانكمان أبحاث استمرت لخمستاشر سنة على مادة التيتانيوم لما اكتشف مدى إمكانية تآلفها والتساقها بالعظم البشري وطور منها زراعات الأسنان اللي بدأها سنة 1965 واللي اعتبرت أحد أهم ابتكارات العلم في طب الأسنان الحديث واللي حصل بسببها على عدد كبير من التكريمات والجوائز كما حصل على أكثر من 30 منصبا فخريا في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية اشتركوا في القناة أهلا بيكم في ناس ممكن تعمل كده في ناس ممكن تعمل الحركة دي الأسنان ألمها مزعج جدا جدا والليلة اللي بيبدأ فيها ألم السنان أنت لسه الدكتور بتتصل بالليل الساعة 12 بالليل مفيش حد يرد عليك في الساعة 12 ولو إن لو فيه دكتور صاحبك هيرد لكن ليه أسنان العالم مش بس ما مش هقول المصريين والعرب والعالم كله بتتأثر في الشتاء الشتاء هو موسم الألم في الأسنان وفي الصيف وحياتك بس الشتاء أكتر ليه أولا السكريات في الشتاء أكتر والسكريات هي البيئة الخصبة لمشاكل الأسنان كلها ساعتك هي تآكل المينة كله في الأسنان في فصل الشتاء بيزيد مع السكريات برضو إلى حد ما البرد والإفلوانزة وعلى فكرة الكورونا كل دول بيزودوا حساسية الأسنان بشكل كبير أيضا المشروبات القهوة الشاي السوائل الحمضية عموما كل ده بيقدي إلى مشاكل وطبعا الشمسيات والأخير والأولادين دي صف وشتاء أمراض اللسة دي مهمة جدا بتزيد في فطسرة برضو الشتاء لأنه كتير من الناس بتبقى في الليل نام بيأكل شوكولتاية بيأكل بتاع دافيان بيكسل يقوم يغسل سنانه دي نيساعة دي نيسا عروح بقى هنام بقى وانا كده وخلاص فينام كده وخلاص فتلاقي الشوكولتاية اللي هو نايم فيها دي دي تصحى الصبح لسة ملتهبة والسنان ملتهبة وكله ملتهب لأن حضرتك كسلت تقوم من الفرشة بتاعتك الدافيانة عشان تغسل سنانك بالليل فطبعا الشتاء فصل مخيف بالنسبة للسنان لكن تعالوا نقرب النهاردة من حوارات مهمة جدا خاصة بعالم التركبات عالم الزراعة تعالوا نراحب بضيفي العزيز واحد من نجوم عالم الأسنان والمبدعين فيها وصاحب مقدرة علمية في الشرح والتفصيل يعني بتبهرني أنا شخصيا ومرتب بطريقة جميلة جدا جدا في الشرح بالنسبة لحالاته نشرح لنا بشكل رائح جدا نهاردة ضيفي العزيز هو دكتور محمد سامح الحديدي أخصاء زراعة وتجميل الأسنان مجيسير زراعة الأسنان من جماعة القاهرة المؤسس لملاكز رايدنت لزراعة وتجميل الأسنان وعضو جمعية العالمية لزراعة الأسنان بالولايات المتحدة الأمريكية ضيفي العزيز أهلا بيك دكتور هل صحيح إن الشتاء يعني أكتب ولا هؤصفه شتاء بتاعي حضرتك ما سبتش أي حاجة نقولها دلوقتي في حاجات كتير حضرتك ذكرتها بس أنا ممكن أضيف حاجة واحدة بس كمان إن هي في فصل الشتاء شرب الميا بيقل شوية الميا مهمة جدا زي اللي بينصح بيها بتوع الكلا والمسالك نفس القصة الميا بتغسل كتير جدا من الأسنان وبتساعد إن الحاجات والتراكمات اللي على الأسنان تمشي بصورة شريعة ففصل الشتاء دايما هو فصل مهم جدا فيه واجع الأسنان وخصوصا فيه البلبيرتس والحاجات اللي متعلقة دايما بالتسوس يعني بيزيد جدا فيه فصل الشتاء البلبيرتس اللي هو الاتهاب اللي تحصل الاتهاب العصر اللي بيحصل من السكريات والحاجات اللي زي كده بعد النوم الطويل لإن برضو في الشتاء الناس بتنام أطول شوية من الصيف عدم الغسيل بصورة مستمرة وبصورة سريعة عدم شرب الميا الحاجات اللي حضرت زكرتها كلها أنت ما بتعمل الزراعة بتركب فوق الزراعة حاجة صح كده؟ الزراعات بنحطها وبنستنى الالتقام إذا كنا ما حطناش تركيبات مؤقتة أو لو حطنا تركيبات مؤقتة بيتم استبدالها بعد ثلاث شهور بتركيبات نهائية تركيبات دي نهائية إحنا عندنا في العموم على الزراعات عندنا الأنواع من فوق كده يأما هنركب على الزراعات تركيبات متحركة على الزراعات يأما تركيبات سبتة على الزراعات الصورة اللي هتظهر قدامنا الأولى دي دي تركيبة سبتة على الزراعات بيتم تركيبها بعد ثلاث شهور للفاك بالكامل تركيبة فكسد بنحطها ما بتتشالش تاني فكسد يعني إيه إما بنلزقها على الزراعات يا إما بنربطها بمسمار على الزراعات ده أول نوع من أنواع تركيبات على الزراعات بعد كده النوع التاني وهو إن احنا نعمل زي الطقم المتحرك القديم ده حاجة اسمها أوفردنشر الطقم المتحرك إذا كان مريض جايلي بطقم متحرك بنحط له زرعتين زي ما قدامنا دلوقتي في الصورة بنحط له زرعتين في الفاك وبنسبت له بيهم الطقم بتاعه المتحرك بيه حاجة ماجناتك أو مغناطيس بحيث إن الطقم بتاعه ما يلعبش ده ممكن نحطه إذا كان المريض ما عندوش مقترة إنه يعمل زرعات ليه فاك بالكامل أو يحط ست زرعات أو الحالة التانية إنه عنده مشكلة في الليب سابورت أو مشكلة في شكل الوش بتاعه أو عضلات الوش بتاعه ضمرت بشورة كبيرة فمضطرين نعمله طقم أسنان عشان يعوض الكنتور بتاع وشه أو شكل وشه وعضلاته وبعد كده بنحط له عليهم زرعتين نسبتهم بحاجة اسمها أوفردنشر يعني بنستخدم الطقم إن إحنا نسبته في بقه بزرعتين أو أربعة علشان ما نقصرش على شكل وشه وفي نفس الوقت الطقم شكله نتلاشها إنه هو ما يقعدش يلعب ويتحرك في بقه هو بيأكل وشه اللي هو زي الطقم القديم زي الطقم القديم آه بيعد يلعب كده بيعد يلعب ده لا ده لا لأنه بيمسك في زي كده بيمسك في أسنانه أو في بقه بمجناتك حاجة بتمسك في الزرعة بتثبت الطقم دي نوعين الكبار من أنواع التركبات يا إما سابتة إما متحركة سابتة بتتلزق أو تطربت أو متحركة زي الطقم نحول له الطقم القديم اللي معاه لطقم شبه ثابت بمجناتك عشان ما يعدش يلعب في بقه هو بيأكل في حلقة سابقة إنت قلتلي إنه فيه تركيبات بلسكروب بمصمار تمام إيه بقى للسكروب دلوقتي التركيبات دي نوعين اللي هي السابتة يا إما هنربطها على الزرعة يا إما هنلزقها في الزرعة كل حاجة لها ميزة ولها عيب إنما خلينا نشرح للناس الأول إيه هو الربط الربط إحنا عندنا بريتج دلوقتي لو بصينا للصورة دي فيه بريتج راكب عبارة عن ثلاثة يونت أو ثلاث أسنان مسكين في بعض فيهم خرم من فوق أهو أو فتحة من فوق الفتحة دي بنربط من خلالها المصمار في قلب الزرعة يعني التركيبة بتيجي مسكة بمصمار في قلب الزرعة بنربطها ما بنلزقهاش يعني التركيبة دي بتتركب ميلي من غير أي لزق خالص ما فيش أي لزق في التركيبة خالص علشان لا تلاشى فكرة إن التركيبة كل شوية تقع فيه ناس بتشتكي إن اللزق بفك حاجات كتير بتأثر على اللزق اللزق بأثر على حاجات كتير في بق المريض ممكن نقول عيوبه دلوقتي إنما هو دي التركيبة اللي بتتربط بتتربط في الزرعة من جوة لأن الزرعة دي فكس شر محتوط في العظم لما كان الجدر وبعد كده بتيجي التركيبة تتربط فيه بدون لزق يعني غير الكراون اللي بيتلزق إيه مميزات وعيوب دي صورة تانية للتركيبة اللي ملزوعة عندنا زرعات موجودة وثلاث زرعات لزقنا عليهم بريدش كل واحدة فيهم لها ميزة وليها عيب إنما دلوقتي الأقوى والأفضل ككل يعني التركيبات اللي بتتربط أفضل بكتير من التركيبات اللزق لأن اللزق في الحقيقة ليه شوية مشاكل من أهم مشاكل اللزق إن إحنا ما نقدرش نعمل صيانة للزرعات دي خصوصا لو واحد عامل تركيبة فول قرش أو تركيبة كبيرة يعني الحالة اللي زي كده ده كانت نفس الصورة اللي قبل كده اللي هي في الأول خالص دي نفس الحالة اللي هو البرج التلاتة يونت اللي ورناه لكم في الأول دي نفس الحال ده الصورة اللي على الشمال نفس الصورة دي هي الصورتين اللي جايين ده بعد لما ركب التركيبة بعد أول يوم ده في أول يوم لما رجيه يركب التركيبة ده بعد المتابعة بعد سنة لما نيجي نبص للصورتين هنلاقي شكل ودوران اللاسة هنا في الصورة اللي على اليمين أفضل بكتير من أول يوم دي واخدة شكل الكراون أو التركيبة بالضبط الزرعة هيلد حواليها اللاسة لونها أحمر وردي ما فيهوش أي مشاكل خالص بخلاف لما نجيب صورة بعد سنة لتركيبة ملزوقة هنلاقي اكسيسي منت موجود أو لزق موجود حوالين الزرعة واللزق اللي بيبقى موجود حوالين الزرعة بيبقى بيهرب وحنا بنلزق ما بنقدرش نشيله أو ننظفه كويس من حوالين الزرعة فيبدأ يعمل بيردونتايتس التهاب حوالين الزرعة ويبدأ بعد كده كل سنة بيبدأ اللزق ده في الدراسات زي كده دي صورة ملزوقة على زرعات لو لاحظنا الصورة من فوق هتلاقي فيه اكسيسي منت أو حاجات بيضة على اللاسة ما بنقدرش نشيلها أحسن حاجة فبتبدأ تأثر مع مرور الوقت على الزرعات إنما دي مشكلة الاكسيسي منت الاكسيسي منت يعني اللاز بيهرب فيه جوه عند النك أو العنق بتاع الزرعة ما بنقدرش ننظفه كويس دي مع الوقت أو مرور السنين بيسبب انحصار في العظم حوالين الزرعة أو اللاسة كمان ويبدأ يعمل الاتهابات حوالين اللازة مع مرور السنين بيبدأ يأثر على عمر الزرعة الافتراضي لأن الزرعة المفروض لو معمولة بصورة صحيحة تقعد مع مدى الحياة ما تتبدلش خالص إنما فيه حاجات بتأثر على عمر الزرعة منها اللازق اللازق لو مش متنظف حوالين الزرعة بصورة كويسة بيأثر على عمرها الافتراضي إنه يبدأ يقل خصوصا كمان لو المريض ما بيغسلش سنانه كويس ومش متابع مع دكتوره كويس إنما الميزة المهمة جدا خلينا ندخل في المميزات عشان الناس ما يحصلهاش يعني ما تزعلش أو خوف المميزات بتاعة التركيبة اللي بتتربط أهم ميزة بالنسباننا نحنا في المتابعة نقدر نشيلها ونصورها زي ما قلنا لحضرتك زي ما ورنها لكم ونبدأ نتطمن على الزرعة وإن الزرعة كويسة وإلاسها حلوة بشكل طبيعي نقدر نتابع لو في مشكلة في الأوكلوجين أو في العضة أو في البيت أي حاجة ممكن نقدر نعملها في المتابعة نقدر نفك الزرعة بكل بساطة من غير ما نأثر حتى على الزرعات اللي جوة اللي مسكت في العضة إن احنا في الأوبشن التاني إن أنا أجيب حاجة وأخبط علشان أشيل التركيب في اللازم من مميزاتها إن أنا أقدر أشيلها في أي وقت أنا أقدر أشيلها فيه الحاجة التانية لو في أي تسطيح بسيط محتاج تعمله تقدر تشيلها بصورة سريعة ممكن في دقيقة واحدة نشيلها من خلال الهول اللي موجودة دي نفك المسمار نفك المسمار وطلع التركيبة اعمل فيها اللي إنت عايز وعايز تغمقها عايز تفتحها المريض لو عنده أسنان جنبها عايز يعمل لها تبيض في أي وقت ممكن نفتح التركيبة دي بصورة سريعة جدا في يوم أو يومين عايز يغمق أسنانه وغمقت مع مرور السن نقدر نغمق له التركيبة في حاجات كتير جدا مميزات للتركيبات اللازم غير كده تركيبة مهمة جدا البس في تانية نزلة بصورة آمنة مربوطة بتورك معين تقدر تتطمن على زرعتك من أول يوم وانت بتربطها ومتأكد ان هي مش هتفك تاني تركيبات التايتانيين ايه معناها؟ دي نوع من أنواع التركيبات اللي بتركب على الزرعت احنا زي ما احنا عارفين أو قلنا قبل كده في حلقات أن الزرعة معمولة من مادة التايتانيين مادة التايتانيين دي مادة آمنة على الجسم متلأمة جدا مع اللاسة دي تركيبة من البرج بتاعت التايتانيين دي بريج بتعمل تايتانيين الاول كده أو فريم وبعد كده بيتركب عليه الكراونات زي ما احنا شايفين كده كل واحدة لوحدها ايماكس أو زركون بيتركب على بريج التايتانيين التايتانيين ده ليه مميزات كتير جدا دلوقت خصوصا في حالات الفك بالكامل أنه هو وزنه خفيف جدا يعني المريض اللي مراكب بريج تايتانيين ما يحسش أصلا أنه مراكب أسنان خالص ولا حاجة عن الطبيعة مش هيحس خالص أنه مراكب أسنان لو عامل بالخلاف تركيبة بيف ام أو بورسلين حاجة اسمها بورسلين فيوستو متل يعني معدن وعليه بورسلين ودي التركيبات القديمة اللي كانت بتتعمل على طول ووزنها تقيل جدا مقارنة بالتارتينيام أو مقارنة بالحاجات اللي موجودة غير التارتينيام دلوقتي فالتارتينيام وزنه خفيف جدا بيستخدموه في الصواريخ والطيران والحاجات اللي بتطيع وزنه خفيف جدا الوزن الخفيف ده بيساعد المريض أنه ما يحسش أنه فيه تقل في بقه ما يحسش أنه فيه حاجة شايلها لأنه هو عامل فك بالكامل 12 أو 24 فده عدد كبير جدا من التركيبات هو لو عامله على الزرعات على الفضل يحس بتقل غير اللي يمركب كراونز أو فينيرز على الأسنان بتاعته مش حاسس بيها أو ممكن كمان الناس تحس بيها لو معمولة بتارتينيام مش كويس فما بالك باللي عامل زراعة أسنان 24 درس أو سنة التارتينيام مش هيحس بيه خالص فده ميزة كبيرة من مميزات التارتينيام وزنه الخبيه الكبير الميزة التانية أنه قوي جدا قوي جدا قوة كبيرة جدا بيتحمل الضغط لأبعد الحدود ضغط عالي لو هنأكل عليه أي أكل ناشف أو خلافه مش هيتأثر ولا هيتكسر بالأكل أو على حسب طبيعة أكل كل واحد هو فيه مستين إنه هو خفيف في نفس الوقت أكثر صلاب صلب جدا جدا بيستحمل ضغط عالي أكتر من 1200 ميجا بسكال وأكتر واحد فينا ممكن يأكل لو هو الهيرو هيأكل 400 400 400 أنا عايز بقى أتكلم عليه أنواع تانية فيه أنواع تانية ممكن ده يكون غالي شوي التايتينيام الكنستراكشن بتاعه أو شغله صعب شوي في التكنيك بتاعه إنما هو بيتعمل في خلال 3-4 أيام لأنه بياخد وقت شوي في تصنيعه إنما فيه أنواع تانية زيه حاجة اسمها بيك ممكن يكون لنا معاها صورة موجودة حاجة زي بيك نفس القصة بالضبط في ريم نفس الكلام البيك هو مش معدن زي التايتينيام إنما هو حاجة زي الفايبر وزنه مقارنة بيك التايتينيام تقريبا نفس المقارنة حاجة 10 جرام زيادة أو أقال بينهم هما الاتنين وبيتركب بنفس الطريقة على الزرعات البيك مناسب أكتر للناس اللي بتسافر وتروح وتيجي لأنه هو الكنسترارشن يعني لو جاي من سفر أو جاي من برا مصر جاي تعمل في مصر أسنان أو كده بيتعمل في نفس اليوم أو يومين بكتير قوي التايتينيام بيتأخر شوية في الكنسترارشن بتاعه فالبيك فيه منافسة جديدة مع التايتينيام الكالرستابيليتي بتاعه عالي السبات اللوني اللون بتاعه عالي بيتركب عليه زي ركونو بيتركب عليه إي ماكس أحسن الأنواع بتتركب عليه برضو فيه برضو أنواع تانية غير البيك وغير التايتينيام ممكن نعمل كراونات زركون على طول أو نعمل بريتج زركون على طول زي الصورة اللي هتظهر قدامنا دلوقتي دي حالة يعني عامل الفك الكامل لفوق وعمل نص الفك اللي تحت تقريبا فهو ممكن يعمل زركون على طول بدون بريتج تايتينيام وفوق كراونات منفصلة ممكن يعمله على طول زركون إنما في الحقيقة الزركون خصوصا في حالة فك بالكامل ما برشحوش قوي إنه يتعمل كله حتة واحدة زركون علشان وزنه بيبقى أتقل شوية من الحاجات التانية نعمل العرش نفسه تايتينيام ونحط عليه الزركون ونحط عليه الزركون أو الإيماكس بيكون أخف بكتير من إنه نعمل الفريم كله زركون لإنه الزركون وزنه تقيل شوية إنما هو لونه صلابته كويس المقاسات بتتاخد إزاي؟ هل متعبة؟ هل بتتاخد في زمن جيد؟ أحنا في الفترة القبل كده آه في الفترة الأخيرة في تطور كبير في مقاسات الزراع يعني يمكن المقاسات الديجيتال في الأسنان موجودة من زمان يعني شركة دينت سابلايس رونا والناس اللي لها دي المقاسات اللي بتتاخذ على الزرعات من سنتين المسانية الصورة دي في 2017 ما كانش لسه دخل الديجيتال بصورة كبيرة في زرعات الأسنان الديجيتال بقى ده نقل الدنيا نقلة تانية نقل الدنيا نقلة تانية هو موجود على فكرة من 30 سنة في دينت سابلاي سيرونا يعني الاسكانر اللي بياخد المقاس قدامنا دلوقتي ده ده موجود من 30 سنة إنما أصبح الأكريس بتاوه بيزيد كل سنة بيعلق يعني ده البرايمس كان أحدث حاجة موجودة في المقاسات الديجيتال دلوقتي موجود السنة دي إنما الموضوع موجود من زمان في الأسنان العادية إنما الديجيتال في زراعة الأسنان وإننا ناخد مقاسات ديجيتال في زراعات الأسنان لسه بقالها السنة فالموضوع تطور يعني بدل ما ناخد مقاس في ساعة وساعتين لواحد عامل زراعة فك بالكامل أصبح الموضوع دلوقتي لا يتعدى الخمس دقائق والموضوع بقى أسهل بكتير والأكريسي أو الدقة بقيت أعلى بكتير جدا من إن إحنا نعمل خطوات صب مقاسات وناخد مقاس بعجين وبتاع لإن هو الفكرة في الزرعة إحنا جوه العظم فالديجيتال كان متأخر إنه يوصل إزاي هنجيب الزرعة اللي جواه في العظم دي هنجيب مقاسة إزاي وهي مش في بقى هو الزرعة جوه لسه هركب عليها فوق تركيبات الأول الديجيتال من 3-4 سنين كما ممكن نصور السنين عشان نعمل عليها أو نعمل عليها بتاعها عشان نعمل تجميل عشان نعمل تجميل هصورها ممكن من 3-4 سنين موجودة إنما هصور مقاسة الزرعة زي من جوه وهي مش موجودة في بقى دي حاجة كانت خيال علمي دلوقتي أصبح حاجات ماركر بتتحطى على الزرعات وتصورها البتاع يجيب بعدها بالظبط ونجيب مقاساتها بدقة عالية جدا ونركب عليها ممكن في خلال نفس الوقت لو هي سنة أو سنتين ممكن في 3 ساعة تركب عليها الله الله حاشوف الكلام الجامد ده 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 يعني إن انت تخلي السن زي ما يكون عليها جهاز تتبع آآ بالزبط كده انت بتحط حاجة في الزرعة جهاز تتبع آآ بيجيب مكانها بالزبط طولها بالزبط اصبوطة آآ قريبة من عصب ولا مش قريبة بيجيب مقاساتها بالزبط وعلى طول تدخل تصميم وتتعمل ممكن في خلال نصف ساعة تكون راجبة حالات الفاك بالكامل حالات الفاك بالكامل ممكن تقعد يوميا ايوة ماشي بس ده يومين ده حاجة آآ ده حاجة سريعة بنوعد سنة بنوعد زنة نزرع يعني دلوقتي يومين آآ ماشي الله تعالى سمعك أبو العريف هيفتي يقول لي يا ترى متشوق أنا للراجل دوت نشوف هيفتي النهاردة ويقول لي في عالم الزرعة يا بشة هو مغرم بأمريكا عنده عم عايش هناك ومنغنغه في الصناعة الأمريكية أحلى لبس وأشيك نظرات وساعات وبرفوم واللازمانه كله أمريكاني حتى اكسسوارات بيته خله يبعتها له من أمريكا تقول له يا عمش معنى الأمريكاني يقول لك القوى العظمى يا جدع وكل ما يتكلم يقول لك عم يعايش هناك راح لدكتور السنان يزرع سنانه الدكتور قال له أنسب متاريا ليك الزرعة السويسرية قلت له شمعنى دي بقى صاحبي أرجع للدكتور وقول له عاوز الزرعة الأمريكاني اللي ينفع قلت له طبعا ينفع تلاقي الدكتور قالك كده عشان اللي متوفر عنده هي الزرعة السويسرية راح قل له يا باشا ما يهمكش إن شاء الله بعت أعملها في أمريكا واجبها لك تزرعها لي أمريكا أقرب لنا وقول له أنا عم يعايش هناك أبو العريف طرح قضية أكبيرة شوي اللي هي نوع الزرعة هل في دلوقتي مرضى بيتدخلوا في نوع الزرعة؟ والله أنا هو فكرني بحاجة مهمة جدا يعني في مرضى كتير بيجي يقولك أنا عايز مش هيدخل جسمي لزرعة ألمانية يمكن جي مريض قال لي أنا عايز زرعة ألمانية من حوالي شهرين ثلاثة أنا عايزها ألمانية أنا عامل مفصل ألماني وأنا عايز زرعة ألمانية هو من حقه يختار إنما إحنا دايما بنختار الزرعة على حسب كل دكتور بيختار الزرعة على حسب مثلا نسب نجاح الزرعة معاه على حسب الكواليتي بتاع الزرعة إنما هو العقدة إن أعمل ألماني أو أمريكي أو غير كده المفروض إن كل زرعة لها ديزاين لها شكل متناسب مع العظم اللي هحط الزرعة فيه فكل واحد بيختار الزرعة على حسب هو شايف العظم قدامه قد إيه عامل إزاي ممكن أرشح له نوعين كويسين إنما في العموم الزرعات السويسرية من أول الشركات اللي عملت زرعة أسنان في العالم كله وحتى شركة شترومان من أعلى الشركات في زرعة الأسنان أو رقم واحد في زرعة الأسنان يعني شركة سويسرية الألماني كويس الأمريكي كويس إنما ما ينفعش يبقى عندنا عقدة إن أنا أحط الزرعة دي أو بس علشان بلد الصناع بتاعها الزرعات ليها حاجات كتير بيتم اختيار الزرعة أو نوع الزرعة على حسب الحالة إيه قدامي ما ينفعش أحط الزرعة بس عشان هي أمريكي أو زرعة مش معروفة أصلاً أو لها تصنيف عالمي وفي زرعات كوري مثلاً سبقاها في التصنيف فما ينفعش أخطرها على حسب بلد الصناع بتاعها بس أنت نورت وعنارتها منطقة مظلمة في ثقافتنا وفي بوق العيانين اللي فاني السنة في ناس كتير قوي عندهم السنان رايحة سنة من الجنب من وراء رايحة سنة من فوق سنة من ناحية دي سنة من ناحية دي وشهم بيعظم وشهم بيعظم وبيروح يعملوا فيلر وبوتوكس المشكلة في السنان مش المشكلة في الفيلر وبوتوكس صح كده؟ أحياناً كتير أحياناً كتير كده تنورتني وشرفتني ضيف العزيز واحد من نجوم عالم الأسنان دكتور محمد سامح الحديدي أخصائي زراعة الأسنان وتجملها وصحب مجلسية زراعة الأسنان من جماعة القاهرة والمؤسس لمراكز رايدنت دي زراعة وتجميل الأسنان وعضو جمعية العلمية لزراعة الأسنان بالولايات المتحدة واحد من نجوم من هذا العالم سلوب العلم الراقي جداً في الشرح والتفصيل البساطة في التوضيح هي سمة مهمة جداً في الحلقات دي خليكوا دايماً فاهمينها وخليكوا دايماً مع الناس حالوها